اشتركوا في القناة بالنسبة للجسر عملت على تطوير هذا النموذج خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية إنه بسيط جداً ومثالي للعزف في الأستوديو سطحة القثارة مصنوعة من خشب شجر التنوب السويسري يمكنك حقاً أن تعثر في جبال الألب على أفضل نوعية من خشب التنوب لصنع آلات موسيقية مثل كمان والبيانو والقثارة أنا أستخدم خشب الورد الهندي أو القيقب لصناعة الظهر والجواني وخشب المهوجني لصناعة الرقبة والرأس وخشب الأبنوس للوحة الأصابع أو المصطرة وهذه كلها أخشاب ثمينة نضجت لمدة عشر سنوات على الأقل يتميز خشب التنوب بالقدرة على التغير والتطور والتحسن والتكيف مع عازف القثارة أما الأرز فهو خشب بسيط للغاية ويصدر صوتاً خاصاً منذ البداية لا يمكن للعازف تغييره ويصدر صوتاً منذ البداية ولكن لا يمكن للعزف تغييره موسيقى 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 ساعدتني العلوم كثيراً في صناعة القثارة أعانتني على التعلم وعلى الملاحظة بطريقة أخرى مع أن أفضل أدوات الملاحظة تظل اليدان والأذنان والإبصار والخباح موسيقى 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 طورت القثارة ذات الأوطار الثلاثة عشر مع عازف القطار السويدي أندرس ميولين في عام 2002 كان يريد توفير المزيد من الأوطار للتمكن من عزف الموسيقى المكتوبة أساساً للبيانو أو للرباعيات موسيقى عملت لفترة تجاوزت العام قبل الحصول على هذه النتيجة وكانت القثارة ذات الأوطار الثلاثة عشر جاهزة للاستخدام على الفور كما أثرت اهتماماً دولياً واسعاً ويعزفها حالياً عدد قليل من الموسيقين حول العالم التواصل مع الفنانين مهم جداً فهم الذين يعزفون الآلة ويتواصلون مع الجمهور تقييم الفنانين لعملي وانطباعهم عنه يظل أمراً حيوياً بالنسبة لي لأن أراءهم تؤثر على أبحاثي لقد دعمني عدد من الفنانين الكبار جداً ولم يبخلوا علي بانتقاداتهم التي سمحت لي بالموذي قدماً ولكن يجب أن أقول أن لقاءاتي بهم كانت دائماً لطيفة جداً ويجب أن أعطي بيهم ويجب أن أقول أن لقاءاتي بهم كانت دائماً لطيفة جداً ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر